المسلسل الرمضاني جعفر العمدة اللي بطل محمد رمضان عاشق الترندات عمل حالة من إصارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب مشهد جواز وداد من شوقي رغم إنها متجوزة سيد أخو جعفر اللي لما سألها راحت ببساطة جوبت عليه وقالت له هو أنا ما قلت لكش أنا خلعك من سبع شهور وعمت أرجاء المكان حالة من الدهشة والزهول من الزوج القديم والحضور هل المشهد ده ممكن يحصل في الواقع؟ وهل القانون بيسمح بكده فعلا؟ تعالوا نتعرف مع بعض على قانون الخلع المصر بالمختصة قانون الخلع في مصر دايما كان مسير للجدل وكان بيتم عرضه في الدراما والسينما المصرية بشكل كوميدي في أغلب الأحيان أشهره فيلم محمي خلع لما الزوجة طلبت تخلع جزعة عشان بيشخر وهو نايم لكن الواقع في حالات مسيرة للجدل أكتر من الدراما غير الأضايا اللي فيها وجهها وأحقية بطلب الخلع واستحالة استمرار الزواج الأمر اللي بيدفع الزوجة أنها تاخد حقها الشرع والقانوني عن طريق المحكمة وتطلب الخلع لكن كمان في بعض الحالات اللي الزوجة فيها بتستغل القانون بشكل يضر الزوج والأولاد قانون الخلع في مصر بيتيح للزوجة مثلا أنها ترفع دعوة قضائية على زوجها بدون علمه تذكر فيها أسباب طلبها الخلع وتقدر تاخد كمان حكم نهائي غير قابل للنقل وتقريبا ده الحكم الوحيد في القضاء المصري اللي بيكون نهائي خبراء قانونيين ومحامين رحبوا جدا بمناقشة قانون الخلع في الدراما المصرية واعتبروا القانون فيه صغرات كتيرة ومحتاج تعديل تشريع وإن اللي شافوه يمكن أقل كتير من اللي بيحصل في الواقع خصوصا موضوع غياب علم الزوج عن دعوة الخلع اللي مرفوعة ضده أسئلة كتيرة ومحيرة جات في زهن الناس عن القانون أهمها رأي الشارع في الهابل اللي شافوه في المسلسل ده وإذا كان الخلع ده كده حلال الأظهر كانت إجابة واضحة في الموضوع وهو إن الخلع أحد الأساليب اللي موجودة في الشارع واللي بتتيح للزوجة إنها تنهي الزواج في حالة استحالة استمرارها بشرط إنها ترد المهر اللي تدفع لها وإنها كمان ما يكونش لها مستحقات مالية أما بقى الأمر الخاص بإن الزوج يعلم أو لا يعلم قال الأظهر إن دي مسألة قضائية بحتة لإن إعلان الدعوة يتم عن طريق المحضرين تحت بصر وبصيرة المحكمة وإن أمر الطلاق نافز وواقع شرعا وهو ده أهم المآخذ على قانون الخلع قضايا الخلع في المجتمع المصري ظهرت في بداية الألفية لما تم إقراره في قانون الأحوال الشخصية سنة 2000 ومن بعدها بقى أكتر من 80% من أحكام الطلاق اللي بتصدر عن القضاء بتكون بسبب قضايا خلع إشكاليات القوانين في المجتمع المصري متعددة مش بس قانون الخلع اللي ربما يكون فيه صغر قضائية تحتاج لتدخل عاجل لكن كمان قوانين تانية زي موضوع قانونية الطلاق الغيابي وإشكالياته وقانون الخلع زي ما هو بيحاول يخرج سيدات كتير من مشاكل وظلمه مستمر تعرضه ليه فيه دايما سوء استغلال للقانون من فئات تانية شافت القانون وسيلة كويسة جدا لأحداث ضرر نفسي ومدي على الطرف الآخر قللنا انتو كمان ايه رأيكم في قانون الخلع؟ وازاي ممكن نتفادى صغراته؟ اشتركوا في القناة